أكد رئيس هيئة الطيران المدني الأردني هيثمست أن الأوضاع الجوية في سماء المملكة عادت لطبيعتها وتم استئناف حركة الطيران الدولية في عموم مطارة الأردن وأشار رئيس هيئة الطيران المدني الأردني إلى أنه يتم حاليا التنسيق بين جميع الأجهزة المعنية لاستقبال ومغادرة جميع الطائرات الدولية من وإلى الأردن ومطاراته الدولية مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي ولفت رئيس الهيئة إلى أن قرار الإغلاق السابق الذي اتخذه الأردن بإغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء كان مؤقتا واحترازيا في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة مؤكدا أنه مع زوال المخاطر عادت الأمور إلى مسارها الطبيعية